أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح خطير جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لكوليم مينتور وينسلند منسق الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وأكد شكري ضرورة تكاتف الجهود من أكل وقف الحرب الدائرة وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في القطاع محذرا من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين